اصبح ريف دمشق من جديد مسرح المعارك الاعنف في سوريا حيث تمكن الثوار من التصدي لمحاولة تقدم قوات النظام على جبهة بلدة الميدعان بالغطط الشرقية وقتلوا عشرة عناصر وجرحوا اخرين ودمروا دبابا كما واعطب الثوار مدرعتين للنظام على جبهة حزرما فيما جرت اشتباكات بين الطرفين ايضا على جبهات البلالية والنشابية وتعرضت نقاط الاشتباكات وأوتوستراد دمشق حمص الدولي ومنطقة المرج ومدينة حرستا واطراف مدينة دومة وبلدات حزرما والنشابية وحوش الصالحية واطرافها لقصف مدفعي عنيف بصواريخ الفيل واستهدفت قوات النظام اطراف منطقة المرج بغاز الكلور السام ما ادى لوقوع ثلاث حالات اختناق وفق تصريحات الدفاع المدني لقناة دار الايمان من جهة اخرى فقد القت المروحيات براميلة متفجرة على بلدة مغر المير في حلب تمكن الثوار من التصدي لمحاولة تقدم قوات النظام والميليشيات الموالية له على جبهة سوق الجبس غربية مدينة حلب في حين شنت طيران الحربي غارات جوية استهدفت منطقة ريف المهندسين بالريف الغربي للمدينة ادت لوقوع مجزرة راح ضحيتها سبعة شهداء هم ام واطفالها الستة وتعرضت بلدتا كفرناها وخان العسل ومنطقة جمعية الكهرباء لقصف المدفعي وصاروخي فيما استهدف النظام مدينة دارة عزة بصاروخي ارض ارض ترجمة نانسي قنقر